نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر في أنقرة أن البنوك التركية المملوكة للدولة قررت التوقف عن استخدام بطاقات مير الروسية من جانبه قال الكريملين أن قرار البنوك التركية جاء بسبب ضغوط غير مسبوقة من واشنطن وحسب المصادر فإن الخطوة التركية ستترك ضررا كبيرا على العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وموسكو فضلا عن قطاع السياحة وإلى ذلك ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة التركية ستعلن تفاصيل نظام الدفع الذي تم تطويره كبديل لنظام مير في اليومين المقبلين ويأتي ذلك بينما يواجه السياح والتجار الروس في المناطق السياحية التركية صعوبات بالدفع ويطالبون السلطات بإيجاد حل سريع للمشكلة نظام مير الروسي كيف يعمل ومن الدول التي تتعامل فيه؟ أسئلة نتعرف إلى إجاباتها في هذا التقرير القصة بدأت في منتصف العقد الأول من القرن الـ 21 كانت روسيا يومها تريد تأسيس نظام مدفوعات عالمي خاص بها اسمه مير أتت الأزمة المالية العالمية لتؤجل المشروع الروسي الذي عاد للضوء عام 2014 لكن هدفه تبدل ليصبح ضرورة لروسيا في ظل عقوبات حرمت بنوكا موسكو من استخدام نظام المدفوعات فيزا وماستر كورد الأمريكيين عقوبات سرعت بإطلاق أولى بطاقات مير في الخامس عشر من ديسمبر 2015 كانت تجاوب الروسي سريعا مع مير حيث أصدر سبيربانك مليون وستة وسبعين ألف بطاقة مير من قبل أربعة وستين مصرفا في عام 2016 فيما بلغ مستخدم البطاقات الروسية نحو تسعة عشر مليون بحلول الربع الأخير من عام 2017 تعاملات جعلت نظام مير يتمتع بحصة سوقية تزيد على 25% من حيث إجمالي قيمة معاملات الدفع في روسيا عام 2021 وفقا للأرقام التي نشرتها Global Data لم تقف روسيا عند حدود الداخل بما يخص مير فذهبت بها إلى أرمينيا وإستونيا الجنوبية وأبخازيا وتركيا وأوزباكستان وفيتنام وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيسستان والطاجكستان وعلى الرغم من الحرب الأوكرانية بلغت عدد بطاقات مير 125 مليون و500 ألف بطاقة بنهاية الربع الأول من عام 2022 هذا ولم تلغي دول عدة نيتها التعامل بالنظام الروسي كالبحرين وإيران وسوريا والإمارات التي سبقت أقرانها العرب أرقام تدفع دول عدة تستقطب السياح الروس إلى تفعيل بطاقات الدفع الخاصة بمير في ظل المنع المستمر على الروس باستخدام أنظمة الدفع الأمريكية العالمية وتنضم إلينا من موسكو مراسلة الشرق الديالة الخليلي مساء الخير ديالة طبعا أكيد هناك أصداء فيما يتعلق بهذا الخبر عن إيقاف العمل بنظام مير المصرفي فكيف سيكون تأثير هذه الخطوة على التجارة وعلى السياحة الروسية أهلا المعتز نعم يعني اليوم الكريملين وبالذات المتحدث باسم الكريملين دميتري بيسكوف أشار بأن القرار التركي جاء نتيجة للضغطات الأمريكية على أنقرة ووسط مخاوف من فرض عقوبات ثانوية على أنقرة يعني هذه التصريحات والإعلانات من الجانب الروسي بأن الولايات المتحدة تقوم بالضغط على الدول ليست بجديدة منذ أيام كان هناك إعلان من قبل مصرفين تركيين بأنهما يوقفان التعامل مع نظام مير أيضا نتيجة للتهديدات بفرض عقوبات على هذه البنوك يعني الشركة لشركة مير أشارت حينها أن هذه التصرفات يعني هذه البنوك التي تتعامل معها هي من تقرر أن الإبقاء التعامل مع مير أو لا التأثير سيكون أكثر شيء في الوقت الحالي على السياحة وعلى التجارة الجزئية لكن ليس جميع السياح سيتضررون لأن هناك من يقوم عندما يتوجه إلى تركيا بحجز فنادق لا هناك حاجة لصرف مزيد من المال على الطعام أو أي شيء آخر كل شيء موجود في الفندق لكن بشكل عام وخلال تحركاتهم إن كان لديهم رغبة باستخدام هذه البطاقة فسيكون من الصعب يعني بالمناسبة هنا سيتمكنون بعض القرارات في روسيا بمنع إخراج أكثر من عشرة ألاف دولار أمريكي من روسيا يمكن للروسية توجه إلى البنوك وتحويل الروبل إلى الدولار هذا ما زال يعمل في روسيا أيضا التجارة الجزئية فهناك وبعد خروج العلامات التجارية الأجنبية من روسيا هناك العديد من يتوجه إلى تركيا وبالطبع من الصعب يكون عليها أن يحمل مبارخ كبيرة خاصة مع القوانين الروسية فهذا القطاع سيواجه صعوبات في هذا الشأن لكن الجانب التوركي ووفق الوسائل الإعلام هو يدرس بدائل لهذا الأمر ليتمكن السياح والتجار من مواصلة العمل هناك خاصة بأن مع فرض العقوبات الوجه الأكثر للسياح الروس هي في الوقت الحالي هي دولة الإمارات تركية ومصر هذا بشكل كبير حتى اللحظة لن يؤثر على التبادل التجاري بين موسك وأنقرة ديالة يعني من السياح الروس من لا يختار أن يذهب إلى الـ all inclusive أو كل المصاريف مدفوعة مسبقا في الفنادق يعني لن يكون لديه من السيولة لكي يقوم بعملية التسوق أو أنه يأكل في مطعم أو شيء من هذا القبيل صح؟ يعني هناك تضييق على السائح نعم بوصيح أنه ذهب إلى البنوك وأخذ الدولار العملة الأمريكية إلى تركيا تضييق هي محاولات روسيا بعد فرض العقوبات وإلغاء ماستر كارد وفيزا من روسيا هي توجهت إلى نظام مير الذي كان قبل حتى هذا القرار من ماستر كارد وفيزا الخروج من روسيا كانت تتعامل مع نظام مير لكن الآن هو النظام الوحيد الموجود في روسيا وهي محاولات أيضا تضييق الخناق وفقا للخبراء على روسيا أكثر لأنهم يرون بأن التعامل للدول الأخرى مع روسيا عبر نظام مير هو الالتفاف على العقوبات الغربية وهو ما لا يعجب الغرب وفقا للخبراء بكل تأكيد شكرا جزيلا على هذه المعلومات وشكرا لمراسلة الشرق في بوسكو ديالا الخليلي ترجمة نانسي قنقر